أفادت وكالة أسوشياتي دي بريس أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا سيفان ديمستورا قال يوم الخميس إن التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلات النازحين السوريين غرب حلب يوم السبت الماضي أدى لمقتل 130 شخصا على الأقل من بينهم 67 طفلا فضلا عن إصابة أكثر من 200 شخص آخرين بجروح حسب أحدث البيانات في اجتماع فرقة العمل الخاص بحقوق الإنسان في سوريا الذي أكد في جنيف وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا سيفان ديمستورا التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلات النازحين السوريين غرب حلب يوم السبت الماضي بأنه حادث مروع ورحيب كان الحادث مروع جدا بالنسبة للجميع كما تعرفون ركاب الحافلات كانوا من المدنيين المحاصرين لأكثر من ثلاث سنوات وكانوا قد أصبحوا أخيرا قادرين على التخلص من الحصار بعد عملية معقدة لكن ادعى شخص ما توزيع مواد إغاثة وجد بانتباه الأطفال ثم حدث هذا الانفجار الرهيب ترجمة نانسي قنقر